لا تأتي نرى عم مرس الكولر كان يعمل في مباراة مازينبي وكيف يكسب؟ كما ترى مازينبي كان يعتمد دائما على الكرات الطويلة كان دائما تجد صخرة في نص الملعب اسمها كوكا تتكسر عليها كل هجمات مازينبي كوكا هو أكثر لعيب قطع كور من مازينبي في هذه المباراة كما ترى كل الكرات الطويلة التي تتلعب مع أن كوكا ليس طويل ولكن يرجعها بزجاء جدا بضهر دماغه للدفاع لكي تذهب في الآخر لمصطفى شوبير كوكا كان يعمل ملحمة في خط الوسط ولكن لم يكن الوحده ركز هذا في الأجمل الذي جاءه ورى عندما يتعدي الكرة من كوكا تجد من من يتصدلها بكل شجاعة والمعروف عن قواته البدنية واستخلاصه للكرة المميل أكرم توفيق أيضا كان قايم بدوره الدفاعي في خط الوسط على أجمل وجه الرجل ترى كرة حرفية ممكن تكون كرة البطولة ترىها من الجون في وقت صعب جدا للنادي الأهلي كان محتاج فعلا لا يخش فيه أهداف ومن الأدوار التي نجح فيها جدا كوكا هي التغطية الدفاعية في ظهر علي معلول ورى ما زنبي كان مركز جدا على هذه الحتة لكن كوكا كان له رأيه آخر يعني الراجل كان يقوم بواجباته الدفاعية في خط الوسط وكان يغطي دايما عندما علي معلول يطلع كما ترى في الصورة في ظهر علي معلول وكان يقطع كل كرة لذلك أنت لم تشعر بخطورة أو لم تشعر بنقطة ضعف النادي الآلي هذا ما زنبي وهذا كله بفضل هذه الرجالة الاثنين دول عملوا ملحمة دفاعية في خط الوسط والتغطيات الدفاعية على اللعبة التي تاجم من الطرفين أما بقى عن أدوار الثالث بتاعهم في خط الوسط وهو عمر السلية كما أنت شايف هتلاقي كوكا وأكرم ملتزمين دفاعين وراء وعمر السلية واخد الحرية الهجومية طب ليه؟ ركز معي في الصورة وهتلاقي أن دايما مرس الكولر يدور على المساحة تحرك بيرسيتاو هنا عشان يأخذ الراجل وينزل بيل تحت وفي نفس الوقت يوفر المساحة لعمر السلية عشان يتحرك في ظهره زي ما أنت شايف المساحة توفرت لكن الكورة هنا رجعت له وراء فعمر السلية بص على المساحة آه لكن الكورة لم تلعبت له في الوقت المناسب إذا أنت فهمت دماغ مرس الكولر طب تعالوا نشوف الحلقة اللي بعد كده زي ما أنت شايف الراجل اللي بيقطع الكورة من المنطقة دي هو الباك رايد بتاعنادي مازينبي طب إما اللي جابه هنا وإما اللي مخليه متقدم قوي كده نزول الباك يمين بتاعنادي مازينبي دايما لأنه كان ملتزم دفاعيا مع أحمد عبدالقادر مكان مع أحمد عبدالقادر بيتحرك بتلاقي الراجل لازق فيه حرفيا زي ما أنت شايف أحمد أول ما بيستلم الكورة بتلاقي الراجل على طول رايح له وفي نفس اللحظة بتلاقي المساحة تفتحت قدام علي معلول كده أنت فهمت دماغ مرس الكولر في البحث عن المساحة زي ما أنت شايف تاني بتتكرر أحمد عبدالقادر بينزل عشان يشد الراجل معاه عشان يفضي مساحة لعلي معلول في نفس الوقت ينطلق ويقدر يعمل الشغل بتاعه نفس التاكتك ده بالزبط كان بيتطبق على الجابهة التانية هتلاقي أن بيرسي تاو بينزل عشان يشد معاه المدافع لأن دايما عليه رقابة جديدة جدا وبيفضي المساحة هنا لأكرم توفيق عشان يقدر يستلم في مساحة فاضية ويقدر يشتغل زي ما هو عايز يعني بالبلد كده مرس الكولر قال له يا باشا خليك إلعب مانتو مان زي ما أنت عايز على عبدالقادر وعلى تاو وأنا خليهم يفضوا لي مساحات وخلي لعاب تخط الوسط أو البكات يتحركوا في المساحات الفاضية دي طب هل نجح مرس الكولر؟ تعالوا نشوف هنا طبعا ده الهدف اللي جابه عبدالمنعم بدربة رأسية مميز فيها جدا 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 محمد عبدالمنعم قدر يحط الهدف الأول للنادل الأهلي لكن مش ده التاكتك اللي كان بيلعب عليه مرس الكولر أي نعم عبدالمنعم مميز بس تعالوا ننفذ التاكتك الأساسي بتاعنا واللعب الوحيد اللي كان مؤثر في منظومة خط الوسط هو عمرو السلية عشان ينزل إمام عشور اللي هيأكد لنا دلوقتي على الجملة اللي مرس الكولر بيشتغل عليها من أول المباراة ركز قوي قوي في اللي جاي ده هنا إمام عشور بيتمشى في نص الملعب زي ما أنتو شايفين بيعمل أول سكان عشان يبص ويشوف الدنيا ماشية ازاي عشان يبدأ ينفذ التاكتك بتاع مرس الكولر من تعليماته لعلي معلول يلا يا باش عشان نبدأ نشتغل الشغل بتاعنا هنا المدافع احطار أروح مع علي معلول والله فضل واقف مع أمامه راح مع علي معلول لا أمامه يستلم الكرة في نفس اللحظة هتلاقي إن عبدالقادر بيقوم بدوره اللي بيعمله من أول المباراة وهو بينزل لتحت عشان يشد الراجل رقم اتنين معه اللي هو الباكي مين كل ده بيحصل عشان نفضي مساحة يقدر يستغل لها علي معلول وبالفعل علي معلول أول ما استلم مع عمسحة كبيرة جدا يقدر يعمل فيها اللي هو عايزه لأن أقرب مدافع ليه كان راح في مشوار مع أحمد عبدالقادر وعشان كده معلول عمل العرضية وهو مرتاح جدا وقدر وسام أبو علي على طريقة هالند يسجل هدف عالمي هي دي الجملة والتاكتك اللي كان بيشتغل عليهم مرس الكولر من أول دقيقة مرافو يا حاج كولر بجد مش بس اكتفى بالهدفين ده بدأ يأمن دفاعاته ونزل محمد متولي عشان يقطع له كورة الصحري الراجل بيوزع باسبوسة عشان الكورة هنا تروح المرادي لأكرم توفيق ويقدر يسجل هدف محترم زي ده والآله يطلع بسلاسية نظيفة النادي الآله عمل مباراة محترمة جدا دفاعيا وهجوميا بقيادة الراجل العبكري ده الراجل ده عمل شغل فني على أعلى مستوى ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل فولو ولايك وتقول لي ايه رأيك في السنائية بتاعت أكرم توفيق وكوكا الاتنين دولا عاملين شغل عالي قوي في نص الملعب وهل أحمد عبدالقادر يستحقكم أن يقعد على الدكة أو يتجمد في التلاجة؟ أنا دايما من أنصار أنه لما اللعيب يغلط عقبه وأخصم منه لكن ما تقعدوش استفاد منه في الملعب وانت شفت عملك ايه في مباراة مازمبي في النهاية يارب تكون الحلقة عجبتكم بجد وكان معاكم كريمة عنتر لا تنساش تعملوا فولو ولايك وتشتركوا في القناة سلام